السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط نستكمل الفصل الثامن بمراجعة الفصل والاختبار المقنن ذكرنا أن الوحدة الرابعة تتكون من فصلات الفصل السابع يتكلم عن أجهزة الدعامة والاستجابة والحركة والفصل الثامن يتكلم عن أجهزة التنظيم والتكاثر في هذا الفصل لدينا درسان الدرس الأول يتكلم عن جهازة الغدد والتكاثر الغدد الصم والتكاثر أما الدرس الثاني فيتكلم عن مراحل حياة الإنسان توقفنا في درسنا الماضي عند نشاطنا المنزلي هذا النشاط اختبر نفسك صفحة 73 سؤال خمسة لماذا يكون من الصعب علينا مقارنة نمو وتطور المراهقين ذكرنا أن هناك اختلافات بين النمو عند المراهقين وكان من الصعب علينا ملاحظة ذلك ما السبب في هذا الصعوبة أو هذه الصعوبة أحسنتم لأن لكل شخص معدل نمو خاص به ومختلف يعتمد على ماذا؟ العوامل هي واحد الوراثة اثنان التغذية ثلاثة الحالة الصحية لدينا أتهيأ للقراءة بعد القراءة نطلع على المعلومات الموجودة ونضع موافق أو غير موافق يمكن أن يؤثر هرمون واحد في أنواع عدة من الأنسجة غير موافق كل هرمون له نعم تأثير على النسيج هدف محدد تنتقل المواد الكيميائية خلال الغدد الصم وتنسق عملها موافق ينظم جهاز الغدد الصم عمل الجهاز التناسلي نعم موافق والغدد النخامية هي المسيطرة على ذلك تتكون الحيوانات المنوية في غدد البروستاتا غير صحيح تنتج في أحسنتم في الخصيتين يحتوي رأس الحيوان المنوي على مادة الوراثة نعم صحيح تتشكل البويضات في الإناث قبل الولادة غير موافق في الرحم تحدث عملية الإخصاب بين الحيوان المنوي والبويضة في الرحم غير صحيح تسمى دورة الحيض في الإناث تسمى دورة الحيض في الإناث سن اليأس هل هو صحيح؟ غير صحيح في سن اليأس ينقطع الطنف الحبل السري يربط الجنين بأمه نعم صحيح سن الشباب مرحلة من التطور يتوقف عندها النمو غير صحيح ما هي الأفكار الرئيسية التي تطرقنا لها في الدرسين الأول والثاني في الأول تفرز الغدد الصم الهرمونات مباشرة في مجرى الدم وهي تؤثر في أنسجة محددة من الجسم تؤدي التغيرات التي يتعرض لها الجسم إلى عمل الغدد الصم تفرز الهرمونات ببطء أو تتوقف عن الإفراز عندما يصل الجسم إلى حالة الاتزام يسمح الجهاز التناسلي للمخلوقات الحية الجديدة بالتكون تنتج تنتج الخصيتان الحيوانات المنوية التي تغادر جسم الذكر عبر القضيب تنتج المبايض في الأنثى البويضات فإذا حدث الإخصاب فإن البويضة تتضور إلى جنين داخل الرحم البويضة غير المخصبة والنسيج المبطن لجدار الرحم ينسى لخان خلال يتمزق خلال الحيض برنامج الزواج الصحي يهدف لإجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة التوافق أو عدم التوافق الطبي لهما أما في الدرس الثاني يتحول الزايجوت إلى جنين بعد حدوث عملية الإخصاب وتنتج التوائم عندما تلقع بويضتان أو ينقسم الزايجوت إلى بعد الإخصاب إلى خليتين تبدأ عملية الولادة بالمخاض أو ما يسمى بالطلق ويتمزق الكيس الرهلي ثم تدفع لانقباضات بالطفل إلى خارج جسم الأم بعد عدة ساعات تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة منذ الولادة إلى عمر ثمانية عشر شهرات وتمتاز هذه المرحلة بالنمو الجسمي والعقلي السريع والقدرة العالية على اكتساب المهارات وتستمر مرحلة الطفولة إلى سن إثنى عشر عاما وتتضمن المزيد من التطورات العقلية والفيزيائية تبدأ المراهقة عندما يصبح الشخص قادرا على الإنجاب وتكتمل في سن الرشد عملية ممو الجسم وتطوره وتصبح أجهزة الجسم أقل فاعلية ويحدث الموت في النهاية نبدأ في هذه المقارنة أو هذه مراحل الحياة في الطفولة المبكرة ما هو المدى العمري لهذه المرحلة نعم هي تبدأ من صفر أو منذ الولادة إلى ثمانية عشر شهرا ماذا يحدث في هذه المرحلة الجلوس الوقوف يستطيع قول بعض الكلمات في المرحلة التي يمشي ويتكلم ويكتب ويقرأ هي مرحلة من؟ الطفولة المدى العمري لهذه المرحلة هي من سنتين إلى ست سنوات في المراهقة المدى العمري هو من تسعة إلى ثمانية عشر سنة ماذا يكون في المراهقة ماذا يميز هذه المرحلة احسنتم البلوغ الجنسي ظهور الصفات الجنسية ما هي المرحلة التي يكون فيها نهاية النمو العضلي والهيكلي هي الشباب إلى الشيخوخة والمدى العمري هو من ثمانية عشر عاما وأكثر ممكن ستون فما فوق الشيخوخة أكثر من ستون استخدام المفردات خليط من الحيوانات المنوية هو أحسنتم السائل المنوي مرحلة التطور التي يمر بها الجنين إلى لحظة ولادته هي الحمل ثالثا كيس عضلي كومثري الشكل في الأنثى هو الرحم أحسنتم أحسنتم أول شهرين نعم المرحلة الجنينية الأولى غشاء يحمي الجنين أو يحيط أو يغلف الجنين هو الكيس الرهلي أو الأمنيوني العضو الذي يكون البويضة أو ينتج البويضة المبيض وأخيرا حالة الزواج التي يكون فيها كلا الطرفين خاليا من الأمراض الوراثية الزواج الآمن أو التوافق تثبيت المفاهيم اختر أو اختار الإجابة الصحيحة أين تحدث عملية الإخصاب أين تحدث عملية الإخصاب نعم في قناة المبيض أو البيض ما المادة الكيميائية التي تفرزها الغدد الصم ما هي المادة التي تفرزها نعم إنها الهرمونات أين ينمو الجنين ويتطور أحسنتم في الرحم ماذا يسمى اتحاد البويضة والحيوان المنوي الإخصاب أحسنتم في أي مرحلة يتكون الغشاء الرهلي أو الأمنيوني في المرحلة الجنينية الأولى إحدى الغدد الآتية ليست غدد صم اللعابية النخامية الزعترية الصنوبرية هي الغدد اللعابية ليست غدد صم بل هي غدد قنوية أحسنتم أي العبارات التالية غير صحيح فيما يتعلق التوائم المتماثلة هل ينتجان عن بويضة واحدة ثوائم متماثلة يحتويان على المادة الوراثية نفسها قد يختلفان في الجنس لهم الصفات الشكلية نفسها جميعها صحيح ما عدا يختلفان في الجنس المتماثلة أبدا لن يكون مختلفان في الجنس إما ذكران أو أنثاء إثنان لكن لا يكون إثنان إلا في التوائم الغير متماثلة في أي شهر يمكن معرفته جنس الجنين في أي شهر نعم الرابع الغدد التي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية في الجسم هي تسيطر سيدة الغدد نعم النخامية أسئلة التفكير الناقض أكتب أو أكتب قائمة بتأثير هرمونات الغدد الكذرية في جسمك عندما تستعد لأحد السباقات الآن فرضا نفترض سويا أننا نريد المشاركة في أحد السباقات مشعوركم ماذا ستفعل الغدد الكذرية أو الفوق كلوية نعم تسبب هرمونات هذه الغدد في تسارع ضربات القلب مما يزيد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم فتزداد قوتها إذا ولدت امرأة أربع توائم فهل تكون التوائم دائما متماثلة أم غير متماثلة أم كل النوعين أنجبت أربع توائم هل من الضروري تكون توائم متماثلة أو غير متماثلة ليس بالضرورة تكون توائم متماثلة أو غير متماثلة يعتمد هذا الأمر على أمرين إما أن ينقسم الزايجوت اللي هو البويضة المخصبة إلى أربعة أجزاء إذا انقسمت هذه البويضة إلى أربعة خلايا بالتالي ستكون متماثلة أما إذا كان هناك أربع حيوانات منوية قامت بتلقيح أربع بويضات ستكون غير متماثلة سؤال 19 توقع أو توقعي خلال أشهر الحمل التسعة يحيط بالجنين طبقة بيضاء لزجة تغلفه ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه الطبقة ما همية هذه الطبقة تساعد على خروج الجنين أثناء الولادة عبر القناة المهبلية أثناء الطلق أو المخاض سؤال 20 حدد أو حددي أماكن عمليات الآتية على هذا الشكل هذا الجهاز أحسنتم الأنثوي ما هي العمليات لدينا الإباضة والإخصاب والإنزراء الإباضة ستكون في المبيض ممتاز تكون هنا هذا المبيض إذن هذه الإباضة الإخصاب أين يتم الإخصاب ليس في الراحن نعم يكون في قناة البيض أو قناة المبيض هنا طبعا إما هذه الجهة أو هذه الجهة حسب ما تكون حسب الشهر الذي تنتج فيه البويضة الإنزراء الإنزراء يعني تلتسق البويضة المخصبة في جدار الراحن إذن سيكون الإنزراء في الراحن قارن أو قارني بين جهاز الغدد الصوم في الجسم ومنظم الحرارة ما العلاقة بينهما مكيف مثلا حينما نقوم بتشغيل المكيف على البارد مثلا سيقوم بتبريد الغرفة أو المكان الذي نجرس به بعد ذلك الثرمستاة ستتوقف أو ترسل رسالة بالتوقف حينما يصل الدرجة المحددة فرضا وضعنا درجة الحرارة على 19 مثلا وبالتالي سوف يتوقف حينما يكون المكان جميعه وصل إلى درجة 19 كذلك في الهرمونات نفس المبدأ بحيث أنه يتم إفراز الهرمون إلى النسيج الهدف حينما تتم الاستجابة ويتم انتهاء الاستجابة لهذا المنبه يرسل أيضا رسالة للغدة أنها تتوقف بإرسال الهرمون ومن ثم تعود مرة أخرى إذا وجد منبه آخر كهذه بنكرياس حينما يقل مستوى السكر في الدم يفرز إذا زاد يرجى يفرز مرة أخرى بين خفاض نسبة السكر وهكذا كدورة مستمرة أيضا الثرموستات في جهاز التكيف يعمل بنفس المبدأ أسئلة تقويم الأداء لدينا هنا مستوى السكر في الدم سالم مريض بالسكر مستوى السكر في دمه وهو صائم 180 أما فاطمة فهي غير مريضة إذن هي سليمة مستوى السكر في دمها وهي صائمة 90 عبر أو عبري بالنسبة المئوية كم يزيد مستوى السكر في دم سالم مقارنة بمستوى السكر بدم فاطمة المطلوب إيجاد نسبة السكر في دم سالم وفاطمة القانون هو الفرق بين كمية السكر بين المصاب والسليم تقسيم كمية السكر عند الشخص السليم ضرب ماء لأنها نسبة لا بد أن نضربها بالماء إذن النسبة في السليم كم وهي فاطمة 90 المريض 180 إذن 180 ناقص 90 على كمية السكر للسليم من هو فاطمة 90 بعد ذلك يتم ضربها بالمئة هيصبح لدينا مئة بالمئة سؤال 25 مرحلة الطفولة المبكرة يمثل الشكل طول أحمد منذ الولادة حتى عمر 18 سنة باستخدام هذا المخطط الموجود أمامنا كم يزيد طول أحمد عندما كان عمره 12 سنة إلى على طوله عندما كان عمره ثلاث سنوات المدى المطلوب من ثلاث سنوات إلى 12 نشاهد الشكل هنا ثلاث سنوات تمام؟ والمدى الآخر 12 كم كان طوله إذن المدى هنا وهنا كم يكون طول أحمد 145 هنا والثلاث سنوات كان 90 القيمة الزيادة كانت الزيادة بينهما 55 سنتيمتر رقم 26 المراهقة على نفس المخطط بالرجوع إلى المخطط السابق ما مقدار الزيادة في طول أحمد من عام 12 سنة حتى 18 سنة نحدد 12 هنا و18 كم المدى 175 والآخر 145 يصبح الزيادة أو الفرق بينهما كم 30 سنتيمتر الاختبار المقنن الاختبار المقنن يعتمد على الفصلان لذلك سوف نجيب على أسئلة الفصلان أولا أسئلة الاختيار المتعدد أي مما يلي لا تفرزه الغدد العراقية غدد عراقية لا تفرز ماذا؟ الدهون أحسنتم ما نوع المفصل؟ مفصل المرفق هل هو رزي كروي انزلاقي محوري المرفق ما نوعه؟ نعم رزي داحظه اللي هو الرزي اللي هو زي مفصل الباب أي أنواع المفاصل يسمح للأرجل والذراع بالحركة في الاتجاهات الجميعها؟ جميع الاتجاهات هل هو المفصلي؟ الكروي؟ الانزلاقي؟ المحوري؟ الذراع؟ أو حتى الأذرع؟ أو الأرجل؟ نعم سيكون الكروي يسمى أي تغير داخلي أو خارجي ينتج عنه الاستجابة هو رد الفعل المنعكس هذه الاستجابة أما التغير أو المنبه هو المثير أو المؤثر هو المنبه أي الغدد الآتية توجد في العنق؟ في العنق هل هي النخامية الدرقية الكذرية البنكرياس نعم الدرقية يتم انتاج البويضات في المبيض تبدأ البويضة النضج في المبيض قبل الولادة في أثناء الطفولة عند سن البلوغ في أثناء الطفولة المبكرة نضج البويضة عند سن البلوغ لأننا ذكرنا مرحلة المراهقة هي مرحلة البلوغ الجنسي ماذا يسمى خليط الحيوانات المنوية والسائل نعم السائل المنوي أسئلة الإجابات القصيرة كيف تختلف الغدد الصم عن الغدد اللعابية اللعابية بالفم والصم في كل الجسام ما الفرق بينهما نستخدم هذا الجدول وجه المقارنة هل هي قنوية أم غير قنوية الغدد الصم صم من اسمها صم أو صماء ليست قنوية أما الغدد اللعابية أما الغدد اللعابية لها قنوات نوع الإفرازات ماذا تفرز الغدد الصم؟ مواد كيميائية جميعها تفرز مواد كيميائية ولكن الغدد الصم هرمونات أما الغدد اللعابية أنزيم أو هو أحسنتم لعاب سؤال رقم 10 ما هو وظيفة الهرمون الذي تفرزه الغدد الغدد جار درقية درقية هنا صح؟ في العنق جار درقية ذكرنا من الخلف عليها من الخلف نعم تنظيم مستوى الكالسيوم في الجسام ما وظيفة الأهداف في قناة المبيض؟ ما هي وظيفة الأهداف؟ تحريك أحسنتم تحريك البويضة أو تساعد على انتقال البويضة من قناة البيضة أو المبيض إلى الرحم ممتاز أي المراحل قبل الولادة يتكون فيها الكيس الأمنيوني أو الرهلي؟ وما وظيفة هذا الكيس؟ ممتاز في المرحلة الجنينية الأولى ما وظيفته؟ يتكون خلال المرحلة الجنينية الأولى وظيفته يعمل كوسادة أو دعامة للجنين ويوفر المواد الغذائية أيضا للجنين رقم 16 يتكون الدماغ من 100 بليون عصبون أو خلية عصبية أي ما يعادل 10% من مجموعة العصبونات في الجسم 10% في الدماغ ما عدد العصبونات والخلايا العصبية في جسم الإنسان؟ عدد الخلايا في الدماغ 10% ضرب سين سين المجهول الذي نريد الحصول عليه عدد الخلايا في الدماغ 100 بليون 10% نحولها بدل النسبة تصبح 10 من 100 ضرب سين إذا كان لدي رقم مضروب بالمجهول اللي هو سين حضرب هذا الرقم أقسم الرقم بالطرفين ممتاز أقسم عليه حتى أحصل على السين نقسم 10 من 100 في الطرفين يصبح لدينا القيمة 1000 بليون خلية عصبية إذن عدد العصبونات في جسم الإنسان 1 تريليون خلية عصبية استعمل الشكل الآتي اللي هو هذه شكل مين؟ الحيض دورة الحيض أو أطوار الحيض للإجابة على سؤال رقم 17 و 18 اعتماداً على الشكل السابق ماذا يحدث في الطور الأول؟ أين الطور الأول؟ هل الطور الأول يمثل بداية الشهر؟ لا الطور الأول يمثل بداية الدورة بداية الحيض وليس الشهر إذن الطور الأول يبدأ تدفق الدم هنا الطور الأول من 1 إلى 7 أيام أو 6 أيام يتدفق الدم الذي يحتوي على الخلايا المسببة لزيادة سمك بطانة الرحم ذكرنا أثناء الحيض يتمزق جدار الرحم فيخرج الدم حاملا هذه الخلايا يستمر ما بين 4 إلى 6 أيام أو 7 أيام سؤال 18 اعتمادا على هذا الشكل في أي يوم تبدأ عملية الإبابة بالطور الأول الطور الثاني ها نعم هنا في اليوم الرابع عشر من الدورة وليس من الشهر أكرر من اليوم الرابع عشر في اليوم الرابع عشر من الدورة الإجابات المفتوحة سؤال 22 تنبأ أو تنبأ كيف يمكن أن تؤثر العوامل الآتية في عملية إنتاج الحيوانات المنوية بيئة ذات درجات حرارة عالية ارتفاع درجة أو هذا عامل أو هذه بيئة العامل الثاني أو البيئة الثانية ارتفاع درجة حرارة الجسم ناتجة بسبب المرض ثلاثة إذا كانت الخصية داخل التجويف البطني وليست خارج كيس الصفان أو إصابة الخصية بمرض معين أربع حالات ماذا سيحدث لإنتاج الحيوانات المنوية ذكرنا أن الخصيتين توجد في كيس الصفان في الخارج خارج الجسم ما سبب ذلك ولماذا هذه أو ماذا سيحدث في هذه الحالات نعم سيقل إنتاج الحيوانات المنوية هذه العوامل تؤدي لانخفاض إنتاج عدد الحيوانات المنوية حيث يتم إنتاجها أكثر عند درجات حرارة منخفضة درجة حرارة الجسم كم؟ 37 تمام هذه الدرجة لا تناسب تكون الحيوانات المنوية يفضل أن تكون درجات الحرارة أقل من العشرون من 21 فأقل فهذه الدرجات زيادة الحرارة أو ارتفاع درجات الحرارة يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية سؤال 23 قد تسبب الأمراض المنقولة جنسيا إصابة الجهاز التناسل الأنثوي بالالتهابات بما فيها قناة البيض أو قناة المبيض فقد ينتج عن التهاب قناة البيض ظهور حفر أو ندبات ما الذي يحدث للبويضة إذا دخلت داخل هذه الندب تخيلوا معي هنا هذا المبيض وتعرض إلى جروح أو ندوب أو حفر ماذا سيحدث للبويضة حينما تمر البويضة هنا ممتاز لن تتمكن البويضة من الحركة أو الانتقال عبر قناة البيض بسبب هذه النتوءات وممكن أن تعلق في هذه الندب وبالتالي ممكن أن يصاب المرأة أو الأنثى بأمراض أخرى رقم 26 صفة أو صفة تغيرات التي تحدث في العضلات لشخص يقوم بأعمال شاقة وقارن ذلك أو قارني ذلك بعضلات شخص آخر لا يقوم بأي عمل آخر أو حتى عمل مرهق ماذا سيحدث؟ من يمارس الرياضة ومن لا يمارس الرياضة ماذا سيحدث للعضلات؟ تصبح العضلات الهيكلية للشخص الذي يقوم بأعمال شاقة أو حتى يمارس رياضة أكبر وأقوى ذكرنا حتى ممارستك أثناء أو ممارستك للكتابة تكون عضلات اليد اليمنى إذا كنت تستخدمين اليمين أو تستخدم اليمين عضلات اليد اليمنى أقوى من اليسرى فما بالكم من يستخدم أو يمارس الرياضة بشكل يومي وبالتالي ستكون العضلات الهيكلية أقوى لأن العضلات التي تقوم بتدريبات منتظمة تحفز بشكل أكبر مما يؤدي إلى زيادة حجمها وليس العدد أما عضلات الشخص الذي لا يقوم بأي أعمال شاقة ولا تدريبات رياضية تصبح أصغر واقع القوة لذلك عليكم بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم بهذا النشاط نكون قد وصلنا إلى نهاية مقرر المنهج منهج الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم معنا طوال هذه الفترة لا تنسوا عليكم بمتابعة الإثراءات الأيام القادمة بإذن الله أتمنى لكم التوفيق والنجاح معلمة كونفوزيالوغيت معلمة لغة الإشارة منصحة لي فمع لله ترجمة نانسي قنقر